ضمن زيارة العمل التي أدها وزير الزراعة لمدينة روسو وفي إطار الاطلاع على المخزون الاحتياطي لمصانع الأرز وقف الوزير رفقة والد رارزة السيد مولا إبراهيم والمولا إبراهيم على نماذج من إنتاج بعض مصانع التقشير في المدينة كما وقف على حجم المخزون لدى أحد أكبر مصانع التقشير من حصاد الحملة الخليفية المصارمة وتأتي هذه الزيارة كذلك في إطار التأكد من مدى التحضيرات الجارية لانطلاق الحملة الصيفية لزراعة الأرز والتي دعمت فيها الدولة المزارعين بمبلغ تجاوز سبعة مليارات أوقية من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي جاءنا في مهمة عمل تشمل محاور أساسية المهمة الأولى تعلق بإطلاق منشأة جديدة لحفظ وتبريد الخضروات واللي كان معانا معالي وزير الدفاع فيها واللي يتساهم بشكل مرموس وأساسي في حفظ الخضروات اللي تزيد عن الحاجة في هذا الموسم واللي إن شاء الله تدخل في إطار برنامج للتعاون ما بين القطاعين بالإضافة إلى حفظ الخضروات اللي هي وعنفهم اللي فيه مزرعة نموذجية الدور إن شاء الله تقام على أعلى المعايير المهمة الثانية تعلق بالإطلاع على وضعية مخزون الأرص اللي ناشف من حملة الصيفية الخريفية الماضية واللي الحمد لله هي كيما شاهدنا مبشر والكميات تبارك الله معتبرة والمصانع كاملة تبارك الله عامرة وهذا هو المطلوب في سبيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المحوار الثاني المهم هو الوقوف والتأكد من التحضرات الجارية لهذه الحملة الصيفية الغطاع والدولة بدلوا جهود غير مسبوقة في توفير الظروف المناسبة لهذه الحملة ذهية منها توفير المدخلات الزراعية الأساسية اللي هي الأسمدة والمبيدات بالكميات اللازمة للدولة اللي أول مرة تدعم هاي المدخلات بمقدار أكثر من 65% أي 30% نسبة والله المبلغ الكلي للدعم الموجه لهذه الحملة الصيفية التي تتكلف الدولة في أكثر من 7 مليارات وتعرف مصانع الأرص في مواسم التقشير إقبالا كبيرا من اليد العاملة وهو ما يساهم في ابتصاص البطالة لدى بعض شباب المدينة ولو بشكل مؤقت وكان وزير الزراعة رفقة وزير الدفاع الوطني قد أطلق منشأة جديدة لحفظ وترشيد الخضروات التي قد تزيد عن حاجة السوق المؤقتة مساع عديدة تضفرت فيها جهود وزارتي الدفاع الوطني والزراعة ضمن سعي السلطات العمومية لخلق اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية طيلة فصول السنة حمد من هذه قناة الموريتانية مدينة روسو